عليش من ضمن أكثر من 300 طلقة على إسرائيل استعملت إيران في هجومها 185 طائرة بدون طيار وإلا درون أنا حمزة البلومي وهذه أخبار المحقق السبت 13 أفريل أعتقاد الحارس الثوري الإيراني الأوامر لإطلاق الهجوم المركب بالصواريخ وطائرات الدرون على إسرائيل كرد على استهداف إسرائيل قنصلية إيران في دمشق لكن رغم امتلاك إيران ترسانة كبرى من الصواريخ الباليستية والعابرة للقارات لأنها استعملت في هجومها أساساً المسيرات والطائرات بدون طيار حسب جريدة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين استعملت إيران 36 صاروخ كروز 110 صاروخ أرض أرض و 185 طائرة بدون طيار وتحولت في السنوات الأخيرة واحدة من أكبر الدول المنجة والمصدرة للدرون رغم تواصل العقوبات الدولية ضدها المتعلقة بمنع صناعة وتصدير عدد من الأسلحة نهار حديش أكتوبر 2022 أكد الجنرال يحيى رحيم صفوي الرئيس السابق للحرس الثوري الإيراني ومستشار المرشد الأعلى في جامعة الإمام حسين في طهران حسب موقع لكليج ويانغيون أنه 22 دولة عربت على رغبتها في اقتناء الطائرات دون طيار الإيرانية وهذه حسب الموقع الدول اللي شريت وللمهتمة أنها تشري الدرون الإيراني الترسانة الإيرانية من المسيرات تضمن برشة أنواع من أبرزها كرار شاهد 129 فاترس مهاجر 6 سيميرغ كمان 22 غزة أو شاهد 149 ولكن تبقى الأشهر والأكثر فتكا الدرون شاهد 136 وإلا كاميكاز واللي هي طائرة مسيرة انتحارية استعملتها روسيا بكثافة في حربها ضد أوكرانيا بعد ما شريت كميات هامة منها وهي نفس الدرون اللي استعملتها إيران مع درون مهاجر في هجومها على إسرائيل عليش؟ اعتمدت إيران على الدرون في هجومها سيري عرابي الكاتب والباحث في القضايا العربية والإسلامية كتب يقول إيران أرادت ضربة مركبة لا عسكريا فحسب ولكن سياسيا أيضا بمعنى أنها أرادت ضربة تحظى بزخم إعلامي كبير مع تحقيق أهداف عسكرية محدودة من دون أن تؤدي هذه الضربة إلى جرها لحرب شاملة بمعنى كانت الضربة مدروسة ومناورة غاية في الحذر تسعى إلى سياغة موقف ردع جديد لا يتطور إلى حرب أو تعريض عمقها ومصالحها الاستراتيجية داخل الأراضي الإيرانية لاستهداف أمريكي أو إسرائيلي لكن رغم الكلام هذا برشا يعتبروا أن الضربة الإيرانية فاشلة بدليل أن الهجمات لم تصفر على أضرار تذكر وهذا مش صحيح ياسر إذا قارننا كلفة الهجوم الإيراني بكلفة الدفاع الإسرائيلي المستشار المالي السابق للجيش الإسرائيلي العماد أرام عميناح قال في تصريح لجريدة يدعوت أحرانوت قدرت تكلفة الدفاع في ليلة الأحد بين 4 و5 مليارات شكل الشكل هي العملة الإسرائيلية يعني قرابة مليار دولار وإلا قرابة 3000 مليون دينار تونسي على خاطر تكلفة أطلاق صاروخ واحد من طراز حيتس تفوت 3.5 مليون دولار يعني أكثر من 10 مليون دينار تونسي كل صاروخ يخرج من منظومة العصة الصحرية الدفاعية الإسرائيل يتكلف مليون دولار يعني أكثر من 3 مليون دينار تونسي وجدوا معاهم الكلفة من تطلعات الطائرات الإسرائيلية الحربية لاعتراض الطائرات بدون طيار إيرانية هذا الكل يوصلنا المبلغ الضخم مليار دولار في بضع ساعات في المقابل طائرات الدرون الإيرانية كلفتها أقل بيسر ورغم أن كلفة إنتاجها غير معلومة إلا أن بفضل قرصنا الإلكترونية صارت في فيفريا 2024 لموقع شركة إيرانية تم الكشف على السوم اللي تباعت بيه المسيرة شاهد 136 الروسي وهو 180 ألف أورو لكل الدرون ويتضمن السعر هذا سوم الدرون وسوم التكوين وسوم نقل التكنولوجيا الإيرانية للروس وبالتالي سعر التكلفة من تصنيع النوع هذا من المسيرات بعيد جدا على سوم الصواريخ المستعملة لمواجهتها سوم الصاروخ أغلى بين 10 و 20 مرة من سوم المسيرة في بضع ساعات إذن إيران أثبتت أنها تنجم توصل للعمق الإسرائيلي كلفة الميزانية الإسرائيلية مبالغ ضخمة في الدفاع وتجنبت ضربة كبيرة كانت تتهزها لمواجهة مباشرة مع إسرائيل وأمريكيا وهذا الكل بفضل الطائرات دون طيار ترجمة نانسي قنقر